بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أهلاً ومرحباً بكم أحبة في الله إنما كنتم شرقاً غرباً شمالاً جنوباً في أرض الله الواسعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منكم الصلاة والصيامة والقيام وأن يجعل في ميزان حسناتكم كل ما قمتم بفعله وقوله وأدائه أن يرزقكم إن شاء الله الإخلاصة في العمل والقول اللهم آمين معكم على الهواء مباشرة من اسطنبول عبر شاشة قناة دار الإيمان في حلقتنا الخامسة في اليوم الخامس من رمضان من يلا نغير في رمضان محبكم ومحدثكم أمجد قرشة حلقتنا اليوم عن الغضب والعصبية في رمضان وغير رمضان كيف ممكن نتعامل مع هذه الإشكالية في ناس كثير بيشكوا مش فقط برمضان لكن برمضان عياره بيزداد إنه أنا الغضب عندي طبعا إذا واحد سأل إيش أهمية هذه الحلقة أظن ما في أحد يمكر أو لا يعلم إنه الغضب عم بتسبب في مصائب بعض الأحلال إنه لا يمكن حلها مدى الحياة لحظة غضب وعدم سيطرة على غضبي قد تسبب دمار أسرتي قد تسبب طلاق بالثلاث قد تسبب جرح ضرب إيقاع إذاية جسدية قد تسبب عاها مستديمة إنسان غضب بغضب شديد ما يستطع حاله ضرب الشخصة شغلة سخيفة جدا قتله في ناس مع الغضب بقتل تخيل عاها شلل مع العصبية ساق السيارة بسرعة وهو معصب عم الحادث قتل غيره هو أنشل أممه كثيرة جدا أبسطها أبسطها النكد الاجتماعي وأكثرها تكرارا الدمار الأسري علاقات يعني الشيطان يعشعش بين الزوج والزوجة بسبب الغضب اللي غالبا هذا الموضوع في داخل الأسرة غالبا هو عند الرجال مش معناته النساء ما بيعصبوا لكن زي ما بنقول في سمات تغلب بعض الأحيان كيف المرأة يغلب عليها الرقة أو سرعة البكاء الرجل مش بسهولة بيبكي كذا يغلب على الرجل سرعة الغضب وقرارات كثيرة جدا وبتعمل دمار بعض الأحيان بالأسرة النووية الصغيرة وعلى مستوى الأسرة الكبيرة فموضوع الغضب العصبية الشديدة غير المبررة غير المسوغة هذا هو ما نحكي فيه اليوم بإذن المولى عز وجل أحيان الله سبحانه وتعالى رب حب أذكركم إنه إحنا معكم على الهواء وفي نفس الوقت إحنا وأنا مالي بحكي معكم ربنا مكرمنا طبعا بهالتكنولوجيا الحلوة والحديثة فضل الله علينا إنه أنا عم بث على صفحتي وفي نفس الوقت صفحة قناة دار الإيمان إلها بث مباشر للي فيه عنده مشكلة يعني أنا مثلا اليوم اكتشفت إنه الناس في هنا في تركيا كثير منهم عندهم على الهوت بيرد مثلا قمر الصناع على سبيل المثال لذلك مش بسهولة أبدا أبدا عندهم إنه يقدروا يتابعوا يبدو الصفحة لسه ما طلعت قناة دار الإيمان كنا نشبكها إذا الأخونا المخرج قدر يحكي مع السوشال ميديا الصفحة ما طلعت لسه آه فالله مصرح سيدنا محمد كثير من الناس عندهم الهوت بيرد وإحنا بنبث على النايل سات فبالتالي ما في عندك وسيلة إلا تروح على الفيسبوك أو على اليوتيوب تتابعنا إن شاء الله طيب نرجع موضوع الغضب قولنا الغضب والعصبية وقدش عم بيعمل مشاكل عند الناس وقدش عم بيضيع خير عجيب وعم بيدمر أسر وبيعمل وبيسوي وكثير من الناس وقلت طبعا أنا إيش أسوي مش عارف هذا اللي بنندردش عنه اليوم بإذن المولى عز وجل ونحاول مع بعض نوصل لقناعات آه وبناء عليها نغير السلوكات بإذن المولى عز وجل خلينا نبتدئ مع حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم بدي أذكر آه قول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيدي أذكر فعل للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا القول شهير جدا وكلنا منعرفه لكن خلينا شوي هيك نحلح له آه وندقق فيه رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني خيل قال لا تغضب بس ثم قال يا رسول الله أوصني طيب ماشي الأولى أوصني الثانية قال لا تغضب طب يا رسول الله كمان واحد الثالثة أوصني قال لا تغضب يبدو النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أنه هذا أكبر مشكلة في حياته أنه غضبه مدمر عليه الدنيا فعمل له تركيز لا تغضب لا تغضب لا تغضب واحد بيركز بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يركز لواحد بيقول له أوصني تخيل أنت المجال الهائل المفتوح أمامه يقول له طبعا من كنا نتوقع إحنا عليك بكثرة السجود وسبح عدد كذا قال له لا تغضب الغضب بعض الأحيان في سياقات معينة قد يكون أحد أهم رؤوس الشر في حياتك بالغضب هناك من يشتم الذاته إلى هي ويكفر بالغضب هناك من ينطلق امرأته بالغضب هناك من يقتل عزيزا عليه بالغضب هناك من يقصر أصدقاءه جميعا بالغضب هناك من يقصر سمعته ومكانته بالغضب ما مش بالشغلة سهلة ما هو الغضب يعني يكاد يكادها يكاد خلينا نحكي خلينا نشبهه كيف الإنسان عفوا لما بعيد عنك و بعيد عنك ويكون سكران أو مخدر بيقول لك ذهب عقله صح؟ مش إحنا نحكي الكحول يذهب العقل والغضب بيعملك نفسي إشي يعني عملية على المؤاخذة اللي بيغضب غضب شديد يشبح الذي شرب الخمر وسكر والذي تعاطى المخدرات وذهب عقله بيقول لك يا أخي نام التعصيب يعمل كذا فالوصية الأولى وصية حبيبه وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوله لك يقوله لا تغضب لا تغضب لا تغضب طبعا بفهم منها رسالة هاي رح نعالجها كمان شوية إن شاء الله لا تغضب هذه رسالة للي بيقول لك الموضوع مش بإيدي ها لا هو بإيدي وإيده فيه له أسباب هذا وإلى طرق كيف أنه نوصل إليها هذه واحدة ورح نعلق عليها بالذات رح عامل أنا محور خاص اللي بيقول لك الأمر خارج عن سيطرتي أنا سأثبت لك بالدليل أن الأمر تحت سيطرتك وتحت سيطرتي وليس خارجا وإنما هو مشكلة إحنا عم نتهرب من أنه نعترف فيها خليها شوية نحكي عن الموقف الثاني لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا نذكركم عندكم أرقام الاتصال من أحب أن يتصل مباشرة إن شاء الله بعد ما أخلص هذا الحديث بإذن المولى عز وجل يمكن أن نأخذ فاصل قصير ونأخذ اتصالاتكم واللي عنده أشكالية بالاتصال الدولي يدخل على كل مواقع تواصل دار الإيمان لأنا ذكرهم على صفحتي يبعث رقمه واسمه والقناة تتصل فيه بدخل إياه على الهوى بإذن الله حتى لا نكلفكم مكالمات دولية نرجع النبي صلى الله عليه وسلم انظر هذه من أعظم القصص اللي أنا هزتني في حياتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان موجود في المدينة فجاءه حبر من أحبار اليهود عالم من كبار علمائهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استدان من هذا الحبر دين لأجل الأجل ما إيجا لسه زي ما تقول لسه ضايله أسبوعين ضايله عشر أيام جاء هذا الحبر واسمه زيد طبعا في رواية طلعت عليها أنه زيد ابن السعنة أو زيد ابن السعنة يبدو في خلافه في قراءته بالتشكيل زيد ابن السعنة أو زيد ابن السعنة هذا زيد الحبر اليهودي جاء يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بسداد الدين الذي عليه لكن قبل وقته أنا يكبت تفق مكثلا أول شهر فرضا شوال محرم صفر أنت طب جاييني 15 يوم قبلها فطالبه فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب قال له أنه الوقت لم يأتي يعني ما اتفقنا فإيش راح بصوت عالي أسمع الكل أهانى النبي صلى الله عليه وسلم علنا وقال إنكم بنوا عبد المطلب قوم مطل من المماطلة تخيل مش فقط يعني زعل مش أهانى النبي صلى الله عليه وسلم فقط بشخصه لكن باللغة العشائرية أهانى النبي وأهانى بني عبد المطلب جميعا طبعا بلغة العرب ولغة العشائر هذه طامة كبرى يعني من أكبر الجرائم لما تهين عشيرة كاملة فإنكم بنوا عبد المطلب قوم مطل يعني بلغتنا العامية أنتم بتماطلوا بتلفلف وويك وويك بتتهربوا تخيل كم إهانة أهانى النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وأهانه بأخلاقه وأهانى عشيرته إنكم بنوا عبد المطلب قوم مطل مين وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنك يا عمر فعمر طبعا على السريع عيده على السيف وسحب فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك يده نزلها قال له يا عمر لاحظ الإهانة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله قال له يا عمر كان الأجدر بك يا عمر أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء بدل ما هدي يا عمر هدي رضي الله عنك يا عمر عندها إذ بهذا الحبر اليهودي يقول والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله طبعا بعض الناس الآن رح يقولوا آه يعني هو تأثر من هذا الموقف فجأة أو أسلم الجواب لا هو جاء يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر إلى اعترافه بعد ذلك قال له يا رسول الله قرأت فيما بين يدي من كتب طبعا عندهم بالكتب بسطنهم ليش كانوا موجودين في المدينة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا احفظوا هذه الآية من أكبر الأدلة على تيقنوا يا جماعة أنتم مش مستغربين أصلا اليهود شو اللي جابهم من أصلا من القدس ومن بلاد الدنيا كانوا موجودين أصلا موجودين في خيبر وموجودين مدينة عندهم كان يظهر نبي في أرض ذات نخل عند جبال فاران موجود عندهم في التوراة فجاءوا ينتظرون مقدم النبي وكانوا حينما يقاتلون الأوس والخزرج في المدينة تفسير هذه الآية حينما يقاتلون الأوس والخزرج في المدينة كانوا حينما يصطفون كانوا يتوسلون بحق هذا النبي الذي سيبعث كانوا يقولون يا رب بحق النبي الذي ستبعثه أنصرنا على هؤلاء القوم الوثنيين المشركين هم مين؟ الوثنيين هم الأوس والخزرج أهل المدينة قبل الإسلام فربنا بذكرهم بالقرآن أو بيحكي عنهم بيقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أن يطلبون الفتح من الله بحق النبي الذي سيبعث يعلمون دقائق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في الواحد فينا كيف يعرف ابنه؟ يعرف الشامل الصغير اللي بخده ولا الشامل اللي بكتفه هكذا كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلمون قال قرأته نرجع إلى زيد بن السعنة يقول قرأت في كتبنا أوصاف النبي فانطبقت عليك يا رسول الله إلا واحدة أردت أن أختبرها قيل لنا إنه حليم عنده حلم عجيب على من يخطئ بحقه فجئت أكتشفها يا رسول الله فإن كنت نبيا ستكون حليما وإلا بما معناه كأنه بيقول رح أروح شهيد لأنه عارف حين رح يقتل أهان نبيا بهذه المكانة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عندنا هنا موطن الشاهد أي أشياء أحبة موطن الشاهد انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم أي إنسان ما كان وكان يمكن تصل لمرحلة أنت عارف ما من تحكي أنت من لك إهانة شخصية وإهانة لعشيرة ومع ذلك ثبت وصمد وتعامل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب طب وإن كان يعلم الغيب دلال النبوه كمان إذا 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 ذا كان بس هون النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بأخلاقه النبوي التي علمه الله إياها قال أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال عنه ربنا جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم هذه من ضمن الأمور لاحظ لم يغضب ما قال له أنت أهنتني أنت بش عارف مع مين تحكي وكذا وسب وشتم وليه صلى الله عليه وسلم وقصة أخرى أيضاً نذكرها بشكل خلينا نقول سريع جداً اللي هي يبدو لسه جماعة السوشال ميديا ما حطوا ناشل على الصفحة طيب خيراً إن شاء الله يبدو في مشاكل فنية مشان هيك صفحة نعتذر صفحة قناة دار الإيمان يعني فيه إشكالية يبدو بالفيسبوك أو في الإنترنت ما عم تطلع الصفحة على الهواء طيب يا أحبة نرجع الآن طبعاً منعيد بنذكركم نحن معكم على الهواء مباشرة من قناة دار الإيمان من إسطنبول برنامجكم هو يلا نغير في رمضان حديثكم أمجد قرشة حلقتنا اليوم عن الغضب والعصبية وسؤالي الرئيسي اللي حابب كل واحد يطلع معي على الهواء إذا تكرمتم يجاوب عليه هو ماذا يمكن أن نكسب حينما نسيطر على أعصابنا ونكتم غيظنا وغضبنا وماذا نخسر في المقابل حينما نترك الحبل على الغارب خلاص أنا معصبش أنا ما يجدقل أنا لما أعصب طب نتائجها خلينا نشوف إيش بتخسر وإيش أنا بخسر خلينا نشوف قديش بكسب لما أسيطر على غضبي الآن نذكر الحادثة الثالثة اللي كان يفترض يفترض بشخص مثل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا الأولى نشوف التصرف الطبيعي للبشر الطبيعي والتصرف للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتنا وبعدها نطلع على فاصل قصير بعدها نستقبل اتصالاتكم بإذن المولى عز وجل على الهواء وبنرجع وبنذكر ونرحب بكم من أحب أن يتواصل يبعث على وسائل التواصل جميعها لقناة دار الإيمان على الفيسبوك تخصيصاً أو أي وسيلة أخرى عندكم يبعث رقمه القناة بتتصل فيه القصة اللي أنتو كلكم بتعرفوها اللي هي الأعرابية الذي بالها في المسجد لاحظ طبعا هذه تستخدم أكثر من زاوية أنا الزاوية اللي أستخدم فيها زاوية إنه أعرابي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل إلى آخره جاء وقت شعر بالزحام ما معتاد هو في البرية في الصحرة بأي مكان فذهب إلى زاوية من زاوية المسجد وأخذ يبول طبعا الصحابة جن جنونهم لاحظ أطهر مكان عند المسلمين هو المسجد رقم واحد في الطهارة أقدس وأطهر مكان قاموا عليه يعني إحنا زي ما بيقولوا بلغتنا العامية الله أعلم شو دميعهم يعلوا فيه باللهة العامية بيقولوا بدهم الفتفتو هجموا عليه فأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه دعوه ولا تزربوه بمعنى لا تقطعوش عليه حتى خليه كمل بعد ما خلقه طبعا هو انتبه قالوا الناس جايما عليه زالهم النبي صلى الله عليه وسلم تم الأمور قال ايتوني بدلو أو بذنوب من ماء يعني سطل في يومي وأراقوا قال أريقوا عليه دلو من ماء انتهى الموضوع انتهى ثم نادى هذا الأعرابي وبكل لطف وبكل محبة وبكل رحمة قال يا أخ العرب إن هذا المسجد بيت من بيوت الله ولا يصلح معه مثل هذا الأمر افعل بكذا كذا بكل لطف تخيل الآن إيش كانت النتيجة نتيجة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو أنا كنت مكانه كبشر طبيعي وحتى مستم أنا يمكن شعر راسي راح يوقف أبسطها أبسطها وقل له ولكن انت مش عارف شو قاعد تسويه ولكن انت مش عارف انك البيت طبعا هذا بأكثر طريقة محترمة إذا شوي بدي أفقد أعصابي ممكن جدا أني أستم وأقول له يا كذا يا كذا وإذا بدي أزيدها أنت وأنت 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 جاي خصيصا واشتغل فيه ما نخلي فأنظر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وضبطه لأعصابه معما أنه الموقف مش بيخليك تغضب بيخلي قنبلة تنفجر بدماغك تخيل مسجدك مكان طهارتك أقدس مكان مكان العبادة يأتي شخص ويضع فيه أنجس شيء يعرفك يعني أطهر مكان هو المسجد أن تعرف إحنا إحنا أعلى قمم النجاسات عندنا البول والغائط والدم النجاسات تسمى بالفقه النجاسات المغلظة بول والغائط فعم يضع أقدر نجاسة في أطهر مكان طبعا بدك تغضب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكل لطفة عاملة معه أدرك حقيقته أنه جاهل بهذه الأمور حديث عهد بالإسلام بعرفش أنه هذا المكان ما يعلمه وقال له شو كانت النتيجة تطلع تبهوا يا أخوة يا أحبة بنحكي على الغضب إحنا تبهوا يا أباء وتخصيصا الرجال يا أخوة إحنا غالبية الناس غالبية ساحقة في المجتمع العربي من اللي بعصبوا بشكل أكبر وبغضبوا بشكل أكبر هم الرجال في المجتمع العربي الرجال أزواج وغير أزواج سواء الشباب بالشارع أو رجال متزوجين شوف هذا العربي شو كان موقفه وقف عند باب المسجد ورفع يده بصوت عال وقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا انتبهوا يا رب ارحمني أنا ومحمد فقط الباقي لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال لقد حجرت واسعا يا أخ العرب يعني رحمة الله اللي بتشمل الكون كله بدك إيها بس إليه إليك قد حجرت واسعا يا أخ العرب لكن أنا ردت فعله من شدة ما شافهم هاجمين عليه كانوا بدهم يبطشوا فيه ومزعلان منهم من الضايق طبعا أنا شو فهمني أنا شو معرفني لسان حاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقه وضبطه لأعصابه معه كانت النتيجة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا إذا موضوعنا ماذا يمكن أن نكسب من ضبطنا لأعصابنا وعدم الغضب وماذا يمكن أن نخسر هذا الحبين نسمعه منكم بعد هذا الفويصل القصير من قناة دار الإيمان من إسطنبول أحدثكم وحب الخير لكم يرجو منكم أن تتواصلوا معنا وتبقوا معنا حياكم الله اشتركوا في القناة نور الإيمان نور رمضان نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت والله لو سألتموني أن أصف لكم وجهه ما استطعت أن أصفه لكم لأنني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له وقف يخطب فيهم ويقول والله لو أجدوا خبزا ولحما لأطعمتكم أما حياة نبينا صلى الله عليه وسلم فمع أنها قصيرة نسبيا إلا أنها حياة فرية حياة واسعة حافلة بتجدد الأحوال وتنوع الظروف فللنبي صلى الله عليه وسلم أحوال مع كل حال نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به في حياته القلة والكثرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم الفقر ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم الغنى والثراء مر على النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والمرض مر على النبي صلى الله عليه وسلم الفرح حتى كان وجهه يتعلل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بهجة الأبوة وتجرع صلى الله عليه وسلم الفجيعة وذاق مرارة الثكل سوف نتحدث في هذا البرنامج ونطوف عن أحوال من أحواله صلى الله عليه وسلم فلنأخذ من حياته لحياتنا فإلى رسول الله وإلى أحواله نرحل بأشواقنا ووجداننا أحوال الرسول مع الدكتور عبدالوهاب طريري يأتيكم في الأوقات التالية هذا القرآن هداية هداية للناس أجمع في كل مناحي الحياة ويصل الإنسان بالحسد إلى هذه الدرجة أن يخطط لقتل أخيه هيا يقتلوا أو يطرحوا مباشرة يعقوب عليه السلام لمح من هذه الرؤية أنها تدل على شرف عظيم في لمح البصر قلبت الصورة ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم إنه مسجون ومع ذلك يقولون إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ صَبُرٌ جَمِيلٌ عُدَّتُ لِي مَرْءِ الْحَزِيِ إِذْهَبُوا هنا اكتشفوا أن الذي يتحدث معهم هو يوسف عليه السلام فأعطاهم يوسف ذاك القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيراً يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنع وَالْتَقَى لِلْأَحْبَابِ بَعْدَ طُولِ غِيَابِ يوسف برنامج في صحبة يوسف مع فضيلة الشيخ خالد الاخليوي يأتيكم في الأوقات التانية دار الإيمان نوى الرمضان ها قد عدنا إليكم حياكم الله وأهلهم مرحباً بكم تقبل الله طاعتكم يلا نغير في رمضان حلقتنا الخامسة عنوانها هو الغضب والعصبية كيف ممكن برمضان وبغير رمضان كيف ممكن سيطر عليهما هل الغضب أمر قدر حتمي خلص أنا هيك الله خالقني والأمر بسيطر عليه يقيناً بسيطر عليه وبإيدي وسائل وأدوات وعملنا نسمع الآن أحداث وقصص الناس كيف ممكن شو ممكن أخسر أنا لما أترك غضبي يسيطر علي وماذا أكسب يش بربح لما أنا أسيطر على غضبي حسب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أوصني يا رسول الله لا تغضب ثلاث مرات معنا الأخ محمود غالب من أوهايو في أمريكا السلام عليكم أخ محمود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا حياكم الله شرفتنا ما شاء الله أنت بينكم بين الأفطار بتخيل يمكن خمس ساعات سبع ساعات الله عنا مطول شوي أخار أنا يا تقريبا ست ساعات خمس ساعة ست ساعات الله يكرمك يلا الله يتقبل إن شاء الله تفضل أخي محمود ما رأيك إيش ممكن أكسب وإيش ممكن أخسر بسيطرتي على غضبي أو بترك غضبي يسيطر علي سبحان الله الغضب سبب أساسي هو التسرى والسرعة والعجلة ممكن صوتك شوي أخي محمود ما رأيك غلبك صوتك صوتك شوي ما عليش ترفع لنا إياه إن شاء الله أهلا بقول الغضب السبب الرئيس للغضب اللي هو العجلة والتسرى في التسرى في أخذ القرار أو في الكلام أو في آه أو في اتخاذ القرار فلو واحد مثلا قبل ما يقول كلمة اللي لازم يقولها لو إنه يعج العشرة مثلا أو إنه لو آه في مثلا يكتبها على ورقة وينظر شو شو كان راح يقول هباك الوقت في نتكيف سبحان الله فراحي إنه راح ينبط إنه ما قالش هوا كرام فإنه الواحد جاءت الجواب على السؤال الحلقة جاءت ممكن شو الواحد يكسبه إنه ركبت غضبه أول إشي الثقة بالنفس حيث إنه النفس أمرز السور سبحان الله فإذا أنت تغلبت على النفس كما بقال بعض العلماء النفسك الجاسدة إنه ركبتها أركبتك واصرتك وركبتك وركبتك فقاتلتك سبحان الله كما بقال بعض العلماء أو تكون ثقة بالنفس لإلت ثقة بالنفس للناس واللي حواليك ومحبتهم تكسبها حيث إنه تكسب تكونك وعاء لكسب حبتهم وعاء لإثيقتهم وعاء إنه واحد يحترمك لأجر إنك منيح مش إنه يحترمك لأجر إنك دو سلطة أو إنك تغضب السرعة سبحان الله شو يورد إنه واحد ما يعملش شو واحد يورد إنه يغضب السرعة أو ليش واحد اللي هو عدم استقر بالنفس يعكس ما قلنا والناس والندم ممكن ندم حتى لو ممكن يقول لو قال كيني أو عمل عمل يمكن ندم من اليوم الدين يعني جرحات جرحات السيانية لها انتئامه وما يلثامه وما جرح اللسان جميل 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 ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أخي محمود أنا يعني عجبني جدا الله يزكر أشكرك جدا أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك يعني ونرحب بك وكل الإخوة الأحبة من أمريكا ومن الغرب عموما قبل ما نتلقى الاتصال الثاني لاحظوا خلينا نأخذ الفائدة الطيبة من أخينا محمود غالب من أوهايو أعطانا رائع جدا أنا أعجب جدا في الناس اللي بدخلوا بتكون الرؤية عندهم واضحة وبيكسبوا فينا أجر لما يعطوا آراء لأنه رأي واحد لما يكون ون من شوه لوحده الأثر بيكون ضعيف لما تجتمع الآراء وتختلف الأطعمة والأمزجة والأذواق الأثر غير قال لك السبب الرئيسي من وجهة نظري وأنا بأيده بقوة لهو العجلة والتسرع فإحنا إذا بدنا نعرف عن عميد الله بمعنى أمامك حدث على السريع تاخدش قرار أهدى أهدى استعلم استوضح اصبر قليلا سبب رئيسي أسباب الغضاء العجلة طب قال لك عد للعشرة واقف شوي طلع اهدى عد جوا نفسه مش دروية توقف تقول واحد لا لا ما حدش قال لك لا أبدأ أعطي مهلة كأنك بتعد للعشرة انتظر تريث اجمع معلومات ممكن رأيك يتغير مية بالمية الموضوع ممكن جدا ويا ما حصلت أحداث عند الناس شوفوا ما أجمل استنتاجاته طب إيش ممكن أكسب أنا يا أخب حمو شو قال لك الثقة بنفسك جميل رائع ثقتك بنفسك عدم المؤاخذة يقولوا بتطلق هذا بعصبك فأنت بتكون جزء من مخططات الآخرين بسيروا تسلوا عليك عدم مؤاخذة ممكن يعني حتى يسيروا تحق قول لك اسمع اسمع شوف شوف كيف راح أعصبه كيف راح أخليه فط زي الجاجة طالع طالع اسمع يحكي له الموضوع الفلاني يقوم كشه بالنقطة الفلانية كذا طالع 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 بسيروا تحقوا عليه لما أكون سيطر عندي ثقة بالنفس اثنين احترام الناس ثقة بالنفس ينتج عنها ثقتك ما تكون واثق بنفسك وعندك عزة الناس تحترمك ما أجمل هذه الفوائد للي بده يسيطر على نفسه في المقابل طب ايش ممكن أخسر لاحظ قال لك خسارتك انك انت طبعا في المقابل بدك يعني احترام الناس خسارتك انه راح تفقد احترام الناس ها تفقد احترام الناس و موضوع الندم بعض الاحيان مش راح يرجع لك المصيبة اللي صارت طيب جميل شكرا اخي محمود معنا اخونا محمود ايضا كمان محمود محمد من الاردن اسف محمد محمود عكست الاسم انا اخ محمد محمود من الاردن سلام عليكم اخي محمد وعليكم السلام ورحمة الله كيف贓 دكتور يا اهلا وسهلا حيى الله اهلا لاردن حيى الله بالنشامة حيى الله بالنشامة تفضل سيدي دكتور بداية انا بدي اثني على كلام الاخ محمد قبل شوية من اميركا اول شي التصرع هو اللي بيوصل الواحد انه يغضب نعم تمام حسا بالنسبة انه كيف نعالج هذا الاشي تمام بدي اثني برضو عكلامكم انه الواحد يعدل عشرة تمام قبل التصرع قبل ما انه يغضب تمام حسا بالنسبة للغضب انا برأيي الشخصي انه بيخسر كثير ناس من حوليه من قرائب ومن اهله ومن اصدقائه وصعب انه يرجع انه علاقته في هاي الناس فبتمنى دكتور انا مثلا انت شخص ماتي العصبية والغضب خلتني اخسر كثير ناس بتمنى دكتور انه تعطيني الحل تمام انه ارجع هاي الثقة او العلاقة تمام بمحمد بالناس جميل تمام دكتور رائع رائع انا انا بدبسط عن الناس العمليين والدايلكتو ذا بوينت ولي بكونوا واضحين اول اشي جرعتهم بانهم يقولوا تجاربهم اثنين سؤال واضح جميل اشكرك اخي محمد شوف اخي اخي محمد الله يكرمك اهلا وشهلا فيك طبعا حيا الله كل الوطن العربي والاردن خاصة مو بقدرش يعني انا من الاردن لازم شوينا نعمل لك شوف اخي الكريم جميل خلينا استفيد اوش من كلام وقول لك من اكثر ما تخسب تقصر علاقاتك باصدقائك والناس اللي حولك تقصرهم بروح بتركوك الان اسأل سؤال طبعا انا كنت بعصب انا كنت شديد الغضب فبالتالي انعرف عني صورة اني كذا الان طب بدي ارجعها بدي ارجع العلاقة انا بتوقع مثل هذه الحالة بتمنى من الاخ محمد انه اذا برجع وبشوف على صفحتي حلقة قبل يومين او ثلاثة اللي هي تبعت السينخة سمينا احنا قصة سينخة له سارق الخراف الخراف اللي فكرتها تقوم على انه هذا الانسان اللي كان معروف على انه سارق خراف شكل سلبي لما تاب اه وحسنت توبته مع انهم حفروا على جبينه بالحديد والنار سينخة سارق الخراف صارت سمعته وهو كبير بالعمر عند الناس الاولاد الصغار في الشارع يسمونه الساعي في الخير دائما يعني الصورة تتغير وجوابي الان للمحمود ان انت اول شي كنت مخلصا لله تعالى في تغيرك وان كنت صادقا في انك عم بتسيطر على نفسك حقيقة ما عاد يعني عفوا مش الموضوع سطحي ومر هيك ومر هيك لا لا انت زي ما بيقوله بشكل اصيل تغيرت عليك بس بشيء واحد ان تصبر وتنتظر فرج الله بدك تصبر الان لانه البشر غير عن رب البشر رب البشر سهلة سهلة جدا عنده يعلم الغيب ويعلم النوايا يعلم انك صادق انتهت مشكلتك معا زيان لما حكينا على التوبة هي احنا اشكاليتنا مع البشر البشر لما يكونوا شايفيني انا على سبيل المثال فرضا تعودوا علي على اني انا بأذي او بكذب او يعني اعطيك مثال تتذكر القصة اللي تعلمناه احنا صغار في المدارس اللي هي قصة الراعي الغنم اللي كان يتسلى على اهل القرية كلش ويلحقون ايه الذيب اكل غنم ييدوا اهل القرية بالعص يبركوا دوب دميه جمعا الذيب واذ بضحكوا بتسلى بقول كنت امزح معكم امزح معكم مرة الحقوني يركنوا بامزح معكم المرة الثالثة او الرابع اجي الذيب عن جد لاحظ فلما الحقوني اللي عم بفتك فتك فالغنم ما احد اجيه ما ستدقوا خلاص صار في تكرار هذا القانون صح وعكسه صح بمعنى انا الان تكرر مني الخطأ حتى وصمت باني كذا او كذا او كذا اردت ان اتوب لازم يتكرر مني الصح حتى تتغير القناع عند الناس بمعنى انا ممكن بدي اصبر لي اشهر وممكن سنة سنتين الناس اسمع دير بالك هذا كلمة هذا زي نكاش البابور قم بلي دير بالك هذا قم بلي موقوتي كلمة بيفقعه كلمة بالاخرة هي قناعاتهم صارت ستيريو تايبينج عندهم صورة نمطية كيف تتغير انه ادوموا على حالي وبتعاملوا معاي وبتصير حوادث كثيرة ويروني اني ما عدت اغضب مرة ومرتين وثلاثة واربعة اه عندهم بقتنعوني انا فعلا تغيرت تلقائيا على السنتهم وقناعاتهم تنتشر بين الناس ما شاء الله عليه كان هيك وصار هيك والله نعمة الشاب سبحانه مغير الاحوال باختصار بدك تصبر على ما انت عليه تثبت عليه حتى يتم التحول حقيقة في عقيدة الناس تجاهك بعد تكرار باذن المولى عز وجل في عندنا كمان اتصال ما شاء الله الحمد لله الله يبارك فيك وانا سعيد جدا على اتصالكم ايضا من الاردن عندنا الاخ حسين السيوف سلام عليكم اخ حسين وعليكم السلام الله يسعدك حياك الله عيوة احنا زباين الاردن عندنا رقم واحد حياك الله والله ما كنتش متوقعي تصوي يعني كنت بشور شويه بس الحمد لله طيب الحمد لله اهلا وسالحين حياك الله احا تفضل سيدي احنا شأن غضب نعم وكيف الواحد نسيطر عليه يعني نعم احنا احنا محتاجين اذا في مجال اوش كيف نسيطر عليه ايش بخسر لما اغضب وايش بربح وبكسب لما سيطر على غضبي تفضل سيدي صح اه لازم دائما نقبل حاله انه او يغل احترح حاله انه يعني يعني تعيش مع الموضوعات حتى يترسك فيه لانه الموضوع مش طهل يعني اه هي زي ما تقول صدقة مجتمع اه فالموضوع بتدريج يعني مش قرار هذه هاي انه شون سيطرة علي جميل وبدعاء كمال واحد يدعي انه او الله يصبرني احاديث اللي هي لما ايجا رجل عمد عليه الصفصان قل لي يا رسول الله اوصلي قالوا لا تغضب رد عادها قالوا لا تغضب رد عادها قالوا لا تغضب سبحان الله نعم نعم ومشان شو بتكسر وشو بتكسر يعني باللاحظ باللاحظ من مجتمع يعني بتعال شو اليومي هو الوقت اول ما بعثت عليك يعني يمكن يسبه او يسب ذات الهية او يسب الدين صح يمكن الواحد يصرق على اهله على ابوه امه وضع عواقبه وخيمة يمكن الله مستحسد محمد يعني انه يكون فيه ضرب لشخص المقابلك صح صح وصير فيه سجن ونعم يعني كل شو تكسر فيه الصعب يعني الواحد يمكن يطلق زوجته يمكن يخسر صاحب له وعمره عشته معه صدق صدق الله اذا ما بتحكم بغضبه يعني يعني كعنا بنقول اللي ما بسطر على غضبه ما في له اي مربح نهائيا هو خسارة تامة بكل احوال بذب هو الخاسر اكبر دائما سبحان الله طب عفوا اخي 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 حسين كم عمر حضرتك انا عمري 24 طيب ايش بتوجه رسالة لجيلك من تجربتك لجيلي اه اللي مثلك عادة احنا مثلا خلينا نحكوناك من اردن اه لغالبيت المشاهدين اللي بتابعونا احنا من اردن وسوريا بالمناسبة بتعرف احنا عنا مشكلة في الاردن مشكلة كبيرة فكرة لما عين تيجي بعين واحد وليش بتلد ولوي بتلد وشو قصدك وليش بتجح وليش بتجحر وقصص وبتصير مشاكل كبيرة عندنا عليها وناس بتتأذى ومشاكل بين عائلات وضرب وبعض الاحيان سكاكين ودم من مرة انه ما عم بمسك عصابه وما عم بمسك عصابه جيلك من الشباب اللي اعمارهم 20 22 25 اللي كثير من الاحيان بخسروا خسارات هائلة في حياتهم ايش تحكي لهم انت على من هذا المنبر بالطبع والله نصيح ابو نحكي لياها ربوي نعم اه يعني هي بالسواق ابو قل لي يا با انت الوحيد اللي بتفهم وكلهم بتفهموش مش بتفهموش بس انت بتشده انا بتشد رح نقصر اثنين سبحان الله فلازم واحد يعني يقضع حاله وكون هو دور الحكيم والاخل اكبر يعني بأي مشكلة ويهد الموضوع عن طرف يعني اذا كل واحد اجع حاله قلنا نحن نروح بالنهاية وإلو اجر بجيني وبالآخر يعني زميل جميل شكرا يا حسين لا يسعدك اصلا الله ان يأجرك يبارك فيك شكرا شكرا جزيلا طب يا احب انا بدي اطلع شوي على الفيسبوك اللي عندي واشوف بعض ردودكم الرائعة بس قبل ما اطلع لها حابب بس انبهكم لقضية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عرف عنه واثر عنه ونقل عنه طيلة حياته انه لم يضرب زوجة ولم يضرب خادما ولم يشتم احدا لاحظ شوف مع انه الاحداث اللي كانت تسير حوله تدعو لانه يغضب يعني يعطيكوا مثلين سريعين جدا سريعين القصة الشهيرة لما عائش رضي الله عنها كان في يوم عائشة وبعثت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند زينب رضي الله عنه زينب بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعائش رضي الله عنه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة باعترافها في الحديث الصحيح في حادثة الإفك الذي رواه بخاري ومسلم رضي الله عنه ورحمه الله بتقول وهي التي عن زينب كانت تساميني عند قلب رسول الله يعني عائشة بتقول فيش حدا أنا مبسطة لكل معنى تساميني بمعنى هي المنافسة الوحيدة اللي بشعر بخطر منها على قلب زوجي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مين زينب يعني منافسة حقيقية كانت بالنسبة لعائشة فالمنافسة الحقيقية اللي هي ضرة ها تبعث بصحن من الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة تخيل الآن بلغة النساء هذا ماذا يعني فلما عائش رضي الله عنه فتحت الباب وجاء الصبي أو الخادم بالكذا من شدة غضبها من زينب مسكة الصحن وإحنا من قيله اللهجة العمية وره توره على الأرض وره رماته تخيل الآن اعمل فريزنج جمد المشهد حط مكان النبي شخص عربي من إحدى الدول العربية من الببر ومش نباتهم هدول ها على زي ما بعنوا بباب الحارة ها تخيل هذا كان محترم جدا 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 رح يسبها ويسب أبوها طبعا مع ستين شفعة صباحة زي ما نقول إحنا انظر ماذا فعل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا بلغة البشر إهانة للزوج طب هذه قضبة فضحك ما زاد على أن ضحك وقال غارت أمكم غارت أمكم بس بس عاد جدا راعة أنها غيرة النساء الضرائر طبيعي جدا لتكبرش الموضوع أيها الزوج هذا حبيبك المصطفى قدوة قدوتك وحادثة أخرى كل شوية بتذكر حادثة سامحني معلش الانتاج والإخراج يعني أحكي القصة بعد ذلك روح السوشال ميديا النبي صلى الله عليه وسلم يروي أنس يقول كان تعرفوا نحن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات يقول في عشر سنين لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله ما كان يؤنب ما كان سبحان الله بس موطن الشاهد اللي يفترض بلغتنا برفع الضغط أنس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة وكان في هذا الوقت الذي بعثني كان يقيل يقيل أي من القيلولة اللي هو بتعرفوا هاي غفوة الربع ساعة عند الظهور قال فخرجت فإذ بالصبية يلعبون في الشارع وأنا سغلاب كان ويعني أشافهم بصيحوا بركدوا بلعبوهم بشغلة معينة فالتهى معهم وشو كان بذهنه ماني بسعى سلم نايم يعني الخمس دقائق وعشر دقائق ما بتفرق عنده نايم بروح بكمل شغلي كمان خمس دقائق بس بلعب شوي مع الصبية قال فإذ أنا بين الصبية يلعبون رفعت رأسي وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عندي نايم صلى الله عليه وسلم لسبب ما ما أخذ غفوة طلع خلف أنس والمشهد تخيل الآن اعمل تجميد للمشهد السينمائي غلام خادم عند رسول الله اللي هو قائد الدولة المدني وقائد الدولة العسكري وهذا خادمه وذهبه بأمر ضروري فجل قابل عاب فتخيل الآن حط حالك محل أنس رضي الله عنه بدك تتوقع شتم على إهاني على ضرب على بهدلي على أعني ربما تجمد الدم في عروقي شو بقول أنس قال فما زاد رسول الله على النظر إلي ثم ابتسم وسلم على الصبية بس يعني سلم عليهم السلام عليكم ونظر إلي ساكت ابتسم بس وصلت الرسالة يا أنس يلا روح كامل شغلك بس ما سويت أنت أبدا 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 رسالة للأباء رسالة لأمهات رسالة تزعلوش مني يا أخوات كم من النساء بثقافتنا في بلاد الشام زغل صغير إلهي يا أخدك إلهي يوديكي إلهي يبعث لك زوج يصم بدنك إلهي يعلك زي ما علتيني إلهي يفتح لك كده إلهي 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 يطول نهارا بتدعلي إيش على جلية صحن وعلى تكنيسة وعلى ممسحة حرام قال إيش بس لا 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 بتقولاتكم يدعو لكم بتكون تكسبوهم واحد من الأساسات بش لازم نغضب أو نعصب بلاش عصب قال هسا طيب يلا قال ما لك معصب شيخ بش معصب أنا بس هذا لزوم الأكشن أنا متفاعل بيسموني متفاعل بش معصب طيب نروح على صفحتي على السوشال ميديا شيماء علي بتقول لكي نتجنب الغضب علينا أن ندرك أنه لا يوجد شيء يستحق أن نغضب لأجله إلا في حد من حدود الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ وسلم ونأخذ الحياة ببساطة يا سلام ما أحلى هذا الملحظ أخت شيماء بتقول لك يعني بدك تعرف واحدة من الطرق اللي بيقول لك أنا بدي أعرف كيف أسيطر عن نفسي أنا ما بقدرش أسيطر عن نفسي مشان تتجنبه أدرك أنه لا يوجد شيء يستحق أن نغضب لأجله يعني شو هالإشي اللي كبير جدا أقول لك يا أخي طلب من ابنك مثلا يشتري إشي وجيت وستعت وبلعب الحارة ونسي نهدت الدنيا يعني حكي معه بلطف وأدب يعني وانتهت الموضوع طلبتي من بنتك تجلي الجليات أنا بعرفها مش غلط إنك تؤن بيها بلطف وأدب بس العصبية والغضب والشتم والسباب وحرق الأعصاب وتسير ترد جيبه للحبة وليش حرق لليش مش شيطان بي بدخل في الخط عشيرة بني إبليس كلها بيتعشش عندكم في البيت مثل هذا بدنا ندير بالنا بدي أسيطر على الموضوع شكرا يا شيماء بعد شيماء رحيمي بكيل بيقول أسوأ القرارات تأخذ في لحظة غضب يا الله أسوأ القرارات تأخذ في لحظة غضب تخيلوا أنتم أصب زميل عمرك زميل حياتك وظف عندك أنت مسؤول عليه أفصلوا ولكن إهدى شوي بعد ما تروق رح تكتشف أنه قرارك كان قرار عفوا متسرع وعدم مؤاخذة سخيف جدا ومش لازم كان تعمله وصعب تتراجع عنه قال لأنه 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 التعليمات والقوانين مش عار كده طب يا أخي إهدى لا تأخذ قرار معصب أه أسكت ينسحب لذلك يعجبني الشخص اللي بيحس أنه إذا مش قادر يسيطر بينسحب من المكان وهذا من حكمة الأزواج والزوجات مثلا حسنا في زوجات بعض الأحيان بيعصبه الزوجة بتكون معصبة اللي ولاده مجننين بيجي الزوج كهذا والأخير يعني أنت كده ولادك وبناتك وصارت الأشهر دنيا العالم حسنا برجولته إذا بدي يعصب اسمعي أنا أبوي لا 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 خلال تنفس زي ما عملنا بسرعة الله سلام يسمع اهدى إذا ليسبب إنما حاس حالك أنت بدك تنفجر اعتذر منها وإنسحب لا تخلي التوليع حتى بعدما هي تهدى وأنت تهدر وتحكم مع بعض اللي كنت حكيما والعكس كمان صحيح لسبب ما دخل ومعصب مديره أهانه مسكي مش عارف يرد عليه بالشغل مش عارف كذا دخل على البيت على شغلة صغيرة يعني أنا كذا على اليوم اللي شفتكم فيه على اليوم اللي تزوجت على اليوم اللي غلى فرض دنيا عالم لا توافد يحكي إسمع بنزين ونار نقلب لا اتركي خلي نفس إذا لسبب ما وجودك عم بيستفزه أكثر فقط انسحبي بالهدوء والوظف بعد شوي ممكنني يجي يقول لك سامحين يا أفلا والله إنك عراسي بين فوق عصبوني برا أنت جوهرة حياتي أنت لؤلؤت الحياة عندي ولعكس صحي نفس الشي والله يا أخي وقسما بالله ممكن تسعين بالمئة من المشاكل اللي تتعامل بها هذه الطريقة نقدر نحلها طبعا هذا كيف نساعد الناس اللي بيعصبوا شكرا يا رحيمي وعند هشام هشام سراي من الجزائر ما شاء الله عليه أخي هشام بيقول أنا أشوف أنه الغضب هو أحد مداخل إبليس لعنه الله يقينا مئة بالمئة طبعا يعني إبليس إذا ما كان وإنت هادئ إبليس مش قادر يسيطر عليك لكن باللحظة اللي إنت وصلت لمرحلة الغضب العالي جدا عمليا عنده القدرة على السريع أسمع أبلو على السريع بتطلع منك المخ ببطل يفكر بالقلالات الخليل المنطقية أبدا بصير ردة فعلك نفسية عاطفية العقل أغلق عليه تماما مثل السكران فدير بالك وشكرا يا هشام وقبل في عنا الأخت خديجة خديجة سعدي بعثت أكثر من ملحوظة بتقول لحظة نمسك نفسنا فيها ممكن نتفادى بيها لحظات ندم أو ندم العمر كله جميل فعلا بعض الأحيان هي القضية فلتت مني قال خلص بصححها بكر لا في معظة الأحيان ما تتصحح للعمر كله ما بتتصحح يعني لحظة غضب شديد جدا تسببت انضربت واحد وقتلته طب معنا مسجون مدى الحياة على أني قاتل وهو رحمه الله مات وأهله حاقدين علي وعلى أهل مدى دمرت عشائر من وراك شو بدك خلص للعمر كله فعلا خديجة أيضا تقول قالت مثل رائع هنا بتقول الكلمة زي الرصاصة مثل ما يقول المثل عندنا لو طلعت ما رح ترجع فعلا الكلمة مثل الرصاصة إذا بتطلع بترجعش خلص يعني عدم أخذة كان بذكر دكتور أحمد نوف الله يزيد الخير أستاذنا وحبيبنا وشيخنا يعطينا التشبيه نقول لك أنت بتكون ماسك البندقية مثلا بدك تطلق النار على شيء الآن وأنت بتصوب ما زلت المسيطر وأنت تفكر مسيطر أصبعك على الزناد مسيطر أمامك الطريدي أمامك الهدف لحد الآن كل أمور تحت السيطرة في اللحظة اللي قررت أنه أصبعت يعمل تك على الزناد وتحركت الرصاصة لم تعود صاحب قرار انتهى افترض أن نعملها على سلو موشن إنك أنت ضغطت طلعت الرصاصة على البطيء بعدين قلت لو ولا بطلت لا حبيبي ده بعد خلاص راحت عليك فيش فيها فيش بطلت حسا الآن القرار ليس بيدك وأنما خلاص قوانين أخرى بدا تعمل فتخيلوا كم ممكن أن نخسر على كل حال في الوقت المتبقي حابب أرد على شبهة أنا أخذني لإنفعال ونسيت وضعت عندي محور مهم جدا هنا في شبهة لناس بيقول لك والله أنا ما بقدر مستحيل بقدرش بقولوا لا بتقدر دليلي على ما أقول طلعوا يا أخوة يا أخوات بالله عليك أنت اللي بتعصب اعمل اعمل اقولكم أنا بحكي عن حالي أنا قبل ما ألتزم بتذكر لما كنت أنا صغير يعني قبل ما أدين هذا كان عمري 14-13 سنة كنت بسهولة أعصب على أهل بيتي لكن ما بعصب على أصدقائي طبعا أنا نفس الشخصية فسألت نفسي وجدت أنه فعلا أنها عندنا صفة من صفات النفاق الاجتماعي تزعلوش مني معلش أنا بحكي عن نفسي هكذا كنت اللي بيصير معاك أنت لاحظ نفسك بتعلي صوتك كثير على زوجتك وممكن على أمك ممكن على أولادك يقينا وعلى بناتك طيب مسؤولك في العمل بتتعامله من نفس الطريقة اللي بيده قرار فصلك وإيقاف راتبك بتعامله من نفس الطريقة أنا أكاد أقسم بالله إنه الجواب لا إنه هذا صاحب سلطة عليك أو تدرك من الداخل إنه في قيمة عليا لموضوع الراتب حنعيش من فين يا شيخ رزقتي إذا تعاملنا بنفس الطريقة طيب أنا بتعصب طيب وبعدين ربنا بيغضب عليك لما أنت تهين الناس وتعصب ما تسيطر لله تعالى لا تهين زوجتك لله أعطي قيمة لموضوع زي ما أعطت قيمة للراتب اللي بدي يروح عليك وخفت من مسؤول العمل أعطي قيمة لدمعة زوجتك اللي بتهينها كل يوم لأني أنا ما بقدر أسيطر شيخ أنا هيك لا مش هيك إذا أنت هيك روح تشاطر على المسؤول في الشغل عندك بتقدر؟ إذا لا بتقدرش لأنك خايف بالأخير ما تشتريش حق الدخان قبل لك والله الدخان فمشان بكت الدخان قبلت أن تهانى من رئيسك وأصبحت عبده ما فتحت أمك لما تكون زلمة على الأقوى منك بتعصب وعلى أضعف منك وقتها بعذرك لكن جميعا نحن معاش الرجال نعلم أنه بنقدر زي اللي بيشتم الذات الإلهية بيقول لك على الصابت قلت له بتقدر تشتم مسؤول كبير في جهاز أمني في بلدك زي ما تشتم قل لك يا عوض بالله يا شيخ الحيطان إيه الهودان سبحان الله وربنا ما بسمعك لما تسبه خلينا كون صراحين تزعلوش مني ما علش اللي بيقول ما بقدر بيقول له بتقدر بس أنت أعطي قيمة أنه دمعة زوجتك أو جرح اللي يملك شغلك وظيفتك حبسك سجنك إذايتك ضربك بهذه الطريقة والله تنجو عند الله سبحانه وتعالى صدقوني وأنا كرجل أتحدث مع الرجال وإن شاء الله تكونوا قدها إذن يا أحبة طبعا الوقت يداهمنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن هنا قد كنا سببا في شيء من الخير بترجاكوا إذا سمحتوا اتشيروا الحلقة إن شاء الله إذا قدرنا نرفعها على الفيسبوك بعد ذلك وإنكم ما تنسونا من دعائكم نلقاكم غدا في حلقة جديدة الحادي عشر مساء إلى الثاني عشر من قدر دار الإيمان ومني أنا محدثكم أمجد قرش لا تنسونا من الدعاء السلام عليكم اشتركوا في القناة